هذه الشيلة مهداة للخريج الضابط راكان جميل الرشيدي بمناسبة تخرجه من الكلية الحربية إلى حد بروق العز في حفل راكان في يوم تخرج منها العسكرية الضابط وعلق نجمته فقلمت حاول قافي يضرب ليه سلام وتحية حلاحة بروق العز في حفل راكان في يوم تخرج منها العسكرية الضابط وعلق نجمته فقلمت حاول قافي يضرب ليه سلام وتحية يحمد روك يا راكان واحدك قيفان حتى خروجك هاليوم فرحة هنية أحققت حلبك يا الكفو والتعبها هذا الجد والإصرار والمقوية الضابط ولك بالمجد صفحة وعنوان حيابو المراجل والصطار والحمية حاولت الشجاع الليلية ذار دخان تقدم وتغزي كل الصعبة عصية هذخر الوطن والدين في كل ميدان أو كفو كفولا رتبها العسكرية أرفعت راس أبوك و أمك والإخوان أو أنت فخر ربعك هلا المقدمية أو بوك راع طيبها ذاك حلان شيخ مقدم له مكانة عالية هذا أبو ياسر وله قدر نوشان حصيت الشهر بالعز والمقدرية أو أمك تماري بك على مرض الأزمان أو مياسر ومطيبة هذه الوفية أو أخوانك أهل المرجلة عز الأخوان أذخروا سند في كل واقفة وهيا أو عز وتكر شايدة قوم شجعان حقبيلت بمجادة معتلية أو اختباء يسعد في خالق الأكوان أو فالك التوفيق و فراح حيا هلا حتبرق العز في حفل راكان في يوم التخرج من العسكرية هضبط وعلق نجمته فوق الأمتان أول قافي يضرب له سلام وتحيا مبروكي يا راكان واهديك يقيفان حتى خروجك هاليوم فرحة هنية أحققت حلمك يلكفه وانتعبها حلب الجد والإطرار و الماكوية هضبط ولك بالمجد صفحة وعنوان هيا أبو المراجل والسطار والحمية أو أنت الشجع علي لي آثار دخان هتقدم وتغذي كل صعبة عصية هذخر الوطن والدين في كل ميدان أو كفو كفو درد بها العز في حفل هرفعت راس أبوك و أمك والإخوان أو أنت فخر ربعك هلال مقدمية أو بوكرا عطيبها ذاك حلان أشيخ المقدم لهم كانها عالية أحد أبو ياسر و له قد نوشان أصيت الشهر بالعز والمقديرية أو أمك تماري بك على مر الأزمان أم ياسر و أم الطيبة هذه الوفية أو أخوانك أهل المرجلة عز الأخوان أدخل وسند في كل وقفة وهيا أو عز وتكر شايدة أقام شجعان كل جديد وحصري تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رانيك ترجمة نانسي قنقر